عفريت محسن موحي الدين عفريت من وهو صغير 8 سنين أنا متخيلة هنا في مبنى الإزاعة والتلفزيون شقي مبنى طبعا ملفوف وبيجري وبيعمل أدوار وبيمثل وبرامج وإزاعة وبعدين بعد كده يبدأ يدرس فيدخل معهد العالي للسينما ويبقى مخرج يمكن ما تعرفوش أنه هو مخرج وأخرج بالفعل مشوار مشي محسن موحي الدين بأعمال كتير جدا طول الوقت كان نجمه طول الوقت كان سقي وطول الوقت كان عنده طالة مميزة وده اللي خلى يوسف شهين يعني يبقى هو بطل لسلسلة من أفلامه مجموعة من المسلسلات التلفزيونية لأنه ابن التلفزيون وبعدين توقف أهتزال وبعدين عودة محسن موحي الدين بنودك تاني بشكل تاني لكن لسه الشقاوة موجودة ومارسها في رمضان لما قدم هارون الملكي ودور الفساد مساء الخير مساء الخير أنا شايفة الشقاوة ما انتهيت شقاوة لا عمره ما حسنتي اه اكيد يقولك ايه في الدم ايه طبعا ملف الفساد اتعاملت معاه ازاي بقى وفيه ملف سري اه ده الحقيقة يعني المسلسل ده كتبته حلوة يعني أولا محمود شاب جميل قدر يقدم لنا حلقات تصاعضية يعني ما فيش حلقة بتقل عن الحلقة اللي قبلها غير انك بتتفاجئ كل كل حلقة في مواقف جديدة في حاجاتنا شو متوقعها يعني الأكشن اللي كان فيه كان فيه أكشن كثير كان حاجة جميلة قوي يعني الحقيقة فطبعا الورق حلو غير انه طبعا كان معاه حسن البسيلي المخرج شاب برضه لسه اول مرة يخرج دراما بس هو اخرج سلمة قصيرة وكده كانوا الاتنين متفاهمين مع بعض مع طبعا ريمون مقار المنتج يعني كان عامل توليفة حلوة جدا مع بعض الحقيقة دلوقتي لما بيجي لك دور انت دلوقتي في مرحلة ندوج والزمن اتغير والحياة اتغيرت والأدوار اتغيرت بتحكم عليه ازاي يعني منظورك بتبصله ازاي ده انا منظوري كبير قوي بقى يعني ايه انا كمخرج انا هعمل ده او ما عملت ده انا كمخرج وانا بشوف الوراء بشوفي اذا كان يبقى له أبعاد ممكن تفيد المجتمع الشخصيات متركبها كويس فيها يعني تطور فيها أبعاد نفسية فيها مشاكل اجتماعية الحاجات دي كلها انا بقى راها من خلال الزاوية دي يعني طيب لو شفت مثلا العمل جاي لك بس ما حسيتش ان دورك حيبقى مفيد لليك او للمجتمع ده ساعتها انت مشتك انا عشان كده مقلف اعمالي يعني انا بنقي احسن وحش احسن اللي بيجي لك انا عايزة اسألك على حاجة اولا لانه بنقول ان الدنيا تغيرت والمخرجين الجدات ليهم نظرتهم يعني هم ليهم برضو نظرة مختلفة بيبصوا للمجتمع بطريقة مختلفة وعايزين ينقلوا اللي حاصل بنظرته فهمة بتتعامل معهم ازاي شايفهم ازاي كل جيل له الطبع بتاعه وله المؤثرات اللي أثرت فيه والثقافة اللي أثرت فيه والأحوال السياسية والاقتصادية يعني إيه اللي عجبك وإيه اللي بتحاول تتعود عليه بصي طبعا دلوقتي في الأيام دي هتلاقي المخرجين عندهم التكنيك عالي لأن طبعا التكنولوجيا دخلت طبعا مختلف ناقصهم بس حتة صغيرة قوي وحيبقوا حاجة عظيمة جدا إن زمان كان المخرج بيهتم بالأداة الأساسية هو الممثل بقى دلوقتي في بعض المخرجين بيهتموا بالتكنيشن وبالكدر أكتر ما بيهتم وينسى الممثل ويقولك التمثيل يعني مسؤولية الممثل آه أنت بقى مع نفسك آه مع نفسك يعني طب أنت هنا بتستعمل بقى ندوجك وبتستعمل إحساسك كمخرج طبعا يعني تقول أنا بقى طب مما إني مع نفسي فأنا أدخل بقى طبعا بس طبعا أنا بحاول بقدر مستطاع أن أنا ألغي نفسي كمخرج لما مع المخرجين الآخرين أبقى ممثل بس لأن لو إحنا يعني لازم يبقى فيه احترام للزمالة واحترام للفكر اللي هو للمخرج اللي موجود يعني بس أنا بحاول أمزج اللي هو عاوزه باللي أنا عاوزه يعني هي بقى تعمل الخلط محسن محي الدين أنت يعني بدايتك كنت طول الوقت محظوظ يعني بتعمل حاجات حلوة بتنتقل واشتغلت مع مخرجين مختلفين كلهم أحسن من بعض هل ده ساعدك ولا بقى دلوقتي عبق عليك لا طبعا ساعدني ساعدني جامد يعني أولا زي ما قلت حضرتك أن كان زمان كل المخرجين بيهتموا بالأداة الأساسية الممثل كانوا بيوظفوا كل حاجة على الممثل الإضاءة الكادرات الأحجام الكادرات على الممثل يعني كل حاجة الاكسسورات بتخدم الممثل دلوقتي طبعا إحنا قلنا أنه ببقى فيه التكنولوجيا عالية والأداة عالية فطبعا خلتني أنا ساعدتني كتعاملي مع المخرجين الكبار دول إن أنا أتعامل في الوقت دوات اللي أنا ممكن أفتقد فيه توجيه المخرج لأنه هو المخرج عبارة عن مراية الممثل وبيشوف حاجة في الدور ممكن تكون أنت مش مهمة أنا مش شايفها طبعا وهو اللي وصلني ليها فلما بفتقد الحتة دي برجع لنفسي بقى كالناس اللي أنا اشتغلت معاهم أو تفتكر أنا أعمل إيه أو قلبي إيه بس هو دايما الدور بيبقى مختلف يعني الأدوار زي ما بيقول هي اللي بتاخد اكتب خليني كده أقول لك يعني نرجع وراء شوية ومين من المخرجين اللي موجودين نفسك تعمل معاه حاجة رمضان الجاي أو في الوقت اللي جاي يعني حاسس أنه هو والله كل المخرجين الموجودين دلوقتي جمال جدا على فكرة يعني أنا مش وهم على فكرة مش محظوظين أوي بس حين اللي بحي يقول والله أن نفسي عمل شفتل وكذا نفسي اشتغل معاه مش محظوظين أوي ليه لأن الوقت يعني بيصارحهم بمعنى أنه لازم يشتغل قبل رمضان بما فيش بشهرين أو حاجة فلازم ينجز بسرعة فلازم ينجز بسرعة ما بقاش محظر كويس بيبقى الورق مش خلصان مش معاه كل الحلقات في إيده علشان خاطر يعرف إيه فطبعا بيبقى شيء شاق جدا على المخرج في الفترة دي هما لو خدوا وقتهم وخدوا يعني استعداد وصرف كويس على العمل من قبل تحضيره من قبل ما نبتدي تصويره يعني لازم يتحضر قبلها بترتشهر بتاع لكن هي دورة المال دلوقتي هي اللي بتفرض على الواحد أنه يعمل موضوع بسرعة مين من أعمال رمضان غير عملك شفته؟ في رمضان السنة دي أنا للأسف ما شفتش حاجة خالص لأمانا كنت بشتغل كنت بشتغل وبنسلم الحلقات ونعرض يعني لكن طبعا فيه تامر محسن مخرج كويس جدا طبعا لأنه هو بيهتم جدا أنه يحضر كويس يهتم جدا بالممثل وبيهتم ومنلاقي الممثل عنده دايما مختلف طيب أنا عايزة ركحك كده ليه استوديوهاتنا بقى في ما سبيرو وإحنا عادين في ما سبيرو دلوقتي اي انت دخلت صغير قوي اي كنت بتشوف المملد ازاي كنت بتشوف نفسك هتعمل ايه ولا ما كنتش لسه مدرك انت ممكن تعمل ايه لا بصي أنا لما دخلت تليفجين كان فكرة دولة ازاي تسقف الشعب فكان بيوظفوا الناس المؤهلة واللي عندهم ثقافة عالية جدا واللي هما زي الأستاذ مثلا السيد بدير أستاذ نور الدمرداش يحيى العالمي ممدوح ليسي ناس كتيرة جدا كانوا كل واحد في مكان اه بالزبط في مكانه حتى اللي كانوا بيتخرجوا يعني أنا تلميذ مدام أنعام جريتلي كانت لسه متخرجة من معد السينما واتعينتنا في التليفجين في عملت فرقة أطفال وكونتهم عملتهم يعني كان فيه اهتمام بالطفل في الوقت ده من الدولة يعني انها تعمل حاجات للت وكانوا بيعلموكوا فعلا يعني تعلمتوا فيها تعلمنا الموسيقى تعلمنا القاء الشعر تعلمنا القاء التمسيق تعلمنا الإخراج فاكر حاجة اه تقمح كتير فاكر حاجة من وانت في العمر ده اه طبعا طب اقول لي حاجة كذلك من أنا كنت بمثله اه يعني حاولك أنا مثلا كنت بعمل حاجة اسمها عمار الفشار عمار الفشار اه في الراديو زي كده كلمتين وبس كنت بتقول ايه عمار كان كل حلقة بيقول فشرة اه اه يجذب كذب يجذب اه كنت بتفشر في ايه بقى يعني مثلا عن الشجاعة اه فيفشر بقى يقول أنا النهاردة واحنا هناك في السيرك قبل الاسد خرج من القفص وعمال ما عرفش ايه فهو يفشر بشكل كبير كبير اه ويوسع خيال الطفل بس بالزبط كده كان فيه برضو حاجة كنت أعملها وانا طفل اسمها نادر والأميرة نادر والأميرة كنت انت نادر المفروض اه وهم مش عايزي يزاكر ومتدايق ونفسه بقى يتحرر وحاجات كده وقال يا سلام لو أنا نفسي يعني أبقى زي العصفورة كده أطير فجات له الأميرة ساحرة كده وقالت له عايز تبقى عصفورة اه طيب خلاص ماشي قال لها ما بحبش المذاكرة ومش عايز فرحت قلبها عصفورة اه قال لها بيته عصفورة فرقى ان لا لازم يتعلم ازاي يعمل العش ولازم يروح يجيب فلقى فيه مجهود برده لا فيها مجهود ولا فيها تعليم قال لها لقى بص يا أنا حبقى بقى زي ايه زي المساعد بتاع الساحر اه كل حاجة عايزة تعليم كل حاجة كل حاجة عايزة تعليم كل حاجة عايزة تعليم لا لا ارجع تاني زي ما كنت ورحبت بايزك اه وبدأ وارجع زيك بس شوفوا قد ايه قصص حلوة شوفوا قد ايه الحياة وده خلى محسن محي الدين دايما عنده طاقة وعنده شاء وحنكمل معاه ونعرف محطات كتير جدا العمر ماشي ازاي والتمثير راح فيه الفنان الكبير محسن محي الدين في ضيافة التاسعة بعد فاصل يوسف شاهيم برضو كان بيحب الممثل اللي يبقى شامل بيغني وبيرقص كنت بتستعد ازاي يعني فيه استعراض كبير وعايز مجهود لما عملنا في اسكندريلي هو اكتشف ان انا استعراضي حتى لما فيه في اسكندريلي في استعراض كان بيقدمه هو كمخرج ورأس فيه وبتاعتني كده وهو كان منهار يعني فلما شاف فيه فيه بقى ان انا وكنا بنعذبه على فكرة انا واحمد وعبد الله الرحمة الله عليه كان كل يوم ايه نهرب ونروح الديسكو بالليل فهو بقى عندها تصوير الصبح فيوقف لنا ايه مدير الانتاج مدير الانتاج على الباب بتاع القوضة بتاعتنا عشان فكنا نزوغ من الشرابيج يعني بيكون نعذبه من انا صغير كده اه كنت بحب نسرين وانحن صغيرين ايوه انت ازاي يعني وانت في سن صغير جدا كنت مركز مع نسرين اه طبعا هي كانت بالنسبة لي السوليست او النجمة بتاعتنا فالفترة دي كانت دايما هي مسلا لما بنيجي نعمل هنا كانت هي هي بتقول الحاجات السولو واحنا نبقى يعني من الموراة انا كنت بقى انا صغير كنت ايه عايزة الوادي الشقي بقى اللي بيعمل كل حاجة بس طبعا مكنتش بقى نفذة النظر فى حاجة انا كنت عايزة يا بس لك خالص وكنتش منفذ نسبةها فى المرحلة دي لا 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 طبعا اتجوزت بقى نسرين فى الوقت ده اه اتجوزت وبعدين تقابلتوا فى عليبي مظهر اه بالزبط عليبي مظهر كنت طلع اخوها فقلت لنفسي مش كنت تستنيني شوية طيب اه كنت بتضحك عالكلام ده لا 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 انا فنفجوه انت جواك ما قلت الهي ستحيا اه لا لا خالص 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 مفيش حاجة وبعدين خلاص بقى تقابلنا برضو تقابلنا فى ابواب المدينة وبعدين انا بقى سفرت روحت فرنسا وعملت سكنرالي يعني ما كانش فيه تواصل بقى خالص امتى حصل التواصل تاني لما رجعت انا وكننا بنعمل فى حاجة غلط وهي كان بتاع المسلسل تاني فى حاجة غلط تكن من العمال الحلوة قوي اه بالزبط كده وتقابلنا فى التليفوشن واخبرك ايه مين عرض التجوز على التاني هقولك الحقيقة ابوي الله ارحمه قالك يجوز نسرين يا محسن طب احكي ابوي او امي ليه ايه السبب يعني هو كانت شايفني حضيع خايف انشأوتك زيب بالزبط كده فلما اتعرف على نسرين وكده كان قابلها بوفاته مفيش يعني حوالي قالك يا محسن اهدى كده لا لا هو هو توفى انا كنت في فرنسا اه فوصى والدتي ان انك تجوز نسرين لو عايز ابنك ما يضعش جوزي نسرين وهم كانوا بيحبوا نسرين وهم طبعان اهم كانوا بيحبوها جدا اه هو كده وهي اللي ساعت و وهي اللي بدأت معاك انت قلت كمان الجوازي من نسرين خلاني يحقق حاجات كتير اه طبعا ايه بقى الحاجات اولا استقرار النفسي الالتزام الاحساس بال اه بان الواحد مش عايش كده لا ده الحياة لها قواعد قواعد وشكل تاني ورستقه وعقلت بقى وبقيت رب أسره وقب طبعا وكل حاجات حساس حلوة كتيرا اولوا حش كما تيجي كده اخذك لشوية صور انا عايزة كده منك تعليقات سريعة خليهم كده نشوف شوية صور تدينا كده حياة يعني بيبقى ان احنا وصلنا لمرحلة الندوك دي اللطيفة هنا انت ونسرين دي كانت امتى ده بعد ما تجوزنا يعني على طول احنا اصلا احنا فاجئنا الناس ان احنا تجوزنا يعني ما عملناش بقى لفرح ولا حاجة لان والدتي اصرت ان احنا نتجوز بعد الاربعين بتاع والدي على طول على طول يعني هي عايزة تنفذ الوصية وخايفة قالت لك راجع من فرنسا انا مش نقصة مش قوي والفرحة بين عليكم نسرين امر طول الوقت بنقدم لها التحية هي اكيد بالتباعنا يعني هنا انت قب بقى اب احمد ابني كان لسه بقى مولود يعني ما بقى لوش كم شهر يعني كنت قب بش ايه ولا قب ولا احمد هو اللي كان ش ايه ولا انا كنت طفل زيه تجري انت وهو متخيلاكو اه طبعا تجري انت و احمد و بلعب على طول كان عندك كم سنة هنا اه 26-27 26 وكنت حسس بقى بالابوة ولا حسس ان انت يعني اهو احنا بنربي بعضين احنا الاتنين لا طبعا الواحد تحس باحسست ابوسي احساس الابوة ده حاجة تانية خلاص طبعا جميل اه جميل يعني اه اكيد وانك برضو تلاقي حد يبقى يطلع الطفولة اللي بواكي معايا يعني هنا برضو انت ونسرين دي في بداية جوازكو لسه فيها ايه في بداية جوازنا طب انت يعني انت بقى كزوج هنا يعني في الفترة الاعتزال بقى لانه خلاص يعني ما بتعملوش كنت بتفكر ازاي كانت الحياة بقى مشيزة انا بقى كنت شغال برضو في الميديا بس كنت كنت مخرج مخرج اه كنت بعمل كارتون للاطفال وحاجات كده كنتش عينك بتروح وتقول نفسي في ايه كاميرا وحشتني لا ما كانت كانت ظروف ساعتها الدنيا الدنيا ابصي الجيل بتاعنا كل ويف يعني سنة 91 لما قامت حرب الخليج يعني كل الجيل بتاعنا تظلم تفرم بصعب انتوا حاسين انتوا تظلمتوا فعلا اه في الوقت ده طبعا طبعا لانه هو جيل عبارة عن 10-15 سنة لما تبقى في عشر سنين السينما تقريبا والفن كل واقف حتى على مستوى المطربين يعني ساذ محمد الحلو ساذ علي الحجار كل الناس دي وقفت صحيح طب قولي حاجة خليني اقول يعني انت اعتزلت التمثيل بس كنت موجود في الميديا بس ما كنتش انت كممثل بتعمل ادوار ايه الاكيد الفترة دي عملت لك تغير ايه اللي تغير و ايه اللي ما تغيرش لا التغير الحقيقي انك تعرفي انت مخلوقة ليه ومطلوب منك ايه حتى لو انت في اي مهنة مطلوب منك المهنة دي توظفيها ازاي تعملي بيها ايه رفضت حاجات من اللي انت عملتها اكيد لا من اللي انا عملت وابل كده يعني ما كنت بتوعك كده وانت في البيت لا بصي 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 انت انت كل اللي عملتيه في حياتك بيعتبر المضاد الحيوي اللي يخليكي او التطعيم اللي يخليكي تقومي بعد كده حاجات تانية حاجات تانية اه بتكباري معها بتفهمي وبتصححي مصارك يعني لكن ما بتقوليش انا اه لا اللي فات بس احيانا انا معاك اللي فات انا كارهه لا ما اللي فات انا انا بس احيانا تقول ايه هو جزء من حياتك ورجعت تاني ما كنتش عامل ده بقى انه ما ضف ليش مش 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 صح لان انت انت بتمري بمراحل في حياتك وكل مرحلة ليه حلوتها ولو انت وقفت نفسك للمرحلة اللي قبل وانت في مرحلة تانية خالص ضيعت حلوت المرحلة دي ايوة لان كل مرحلة بتبني على بعض ايه القلم اللي وجعك بس اعلمك القلم اللي وجعني بس اعلمك كلنا بناخد اقلم كتير طبعا كان بقى لما عملت سكندريلي وروحنا المانيا ومهرجان برلين وخادمة جايزة وكتبوا عني ظهر اعظم ممثل عربي طبع طبع وحاجات كده ايه يعني قلت بس ده انا حنزل حكسر الدنيا نزلت قاعدة تلات سنين ما اشتغلش بعد ما كنت ايه ما اشتغل وقتها قالوا ان انت جالك اكتئاب بالزبط جالك اكتئاب طبعا طبعا اكتئاب ورب ادقني بقى اولا كنت سنة صغيرة جدا لسه في عيزة شبابك وده حصل فده قد كده ممكن فعلا يعلم الواحد لما الشهرة تاخد قوي لا مش الشهرة ما كانش الشهرة كان ايه كان حب الشغل حب الشغل زيادة لا لان انا كنت بشتغل زيادة صحيح قبل ما اشتغل سكندريلي يعني انا كنت بشتغل سينما ومسرح وتليفزيون وإذاع وانا صغيرة ايه اللي طلعك بقى من التلات سنين دو اقولك اللي حصل ان انا بقى اكتئابته بتاع وهات من كده وعرفت ان هما اتقال علي ان انا محتكر ومش محتكر ايه اللي حالدي ايه اللي حالدي وبعدين في مرة كنت مكتئب جدا وقطع سينما رومانس وكان قطع تذكرة يعني خلاص ما بقاش معايا فلوس فقطع تصالة والدنيا كانت مطرة والجزمة مليانة طين لا ده حال صعب جدا حال صعب جدا وقاعد على الصور بتاع الحديد اللي كان موجود على الرصيف وبتاعه ونسيت خالص ان انا ممزل يعلي ومعروف نسيت ان انا عملت حاجة اصلا فجالي واحد كد قاعد يبص علي فقاعد يبص علي ليده فقال لي مش حضرتك محصم وحدين قال لي بطل فيلم اسكندرية ليه قال لي يعني انا يعني انا عرف ان النجوم من كوكب تاني كده يعني لكن حضرتك يعني جزمتك مليانة طين وقاطع حضرتك متبهد له يعني وقاطع تذكرة صالة زي زيك والنبي لا تخليك كده دي كتل رسالة فا فوقك اه كلمة دي دخ يعني ايه قلت ايه دايب انا اكيد حصل لي غرور وربنا بيوصل لي رسالة انه اهدى على الارض كده اه اهدى كده وانزل الناس هتحبك لما تبقى قريب منهم لكن طول ما انت بتعيد ببعيد هتبقى اه طيب الناس حبيتك هنا فين ده يوسف شهين داف برلين برلين اه لا مش برلين داف كان مهرجان كان ده فرنسا كان ده ميشيل بيكولي اللي هو الممثل الفرنسي كان ده مشهور قوي هناك ده كان اليوم السادس اه لا ودعني يا بونابارت ودعني يا بونابارت اه وده كان مخرج مسرحي رائع اه وهو موجود في ايده وهو اه مكتوب فعلا ودعني يا بونابارت فدي في الايام اللي انت كنت انت فوق فيها بتعمل الحاجات المهمة دي بعد لا بعد سكندرالي بعد سكندرالي طيب خلينا نشوف كده نوريك برضو الصورة اللي بعدها اه هنا بقى شقاوة ده عبدالله محمود دي شقاوة فعلا الله يرحم انا متخيلة ان دي حقيقتكم ده مش تمثيل لا 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 احنا على فكرة عبدالله كان كان زي ما بنقول ايه الباكبون كان اخوك توقمك توقمي اه طبعا انا وعبدالله وامد سلامة كنا بيسمونا السلاسي ما كناش من افترق عن بعض ابدا يعني صحيح وعيشنا مع بعض اكتر ما عيشنا مع اهالينا انتو التلاتة احنا التلاتة اه ولينا بقى يعني وفاد عبدالله كمان اكيد اثرت قوي يعني قوي يعني يعني وكان رحمة الله عليه في اخر ايامه يعني قال لي انا نفسي اعمل فيلم يقول للناس ما تشربوش سجاير اه وكان دايما بيقول اه وانا اعمل الفيلم ده وبتاع بس ربنا يقومني بسلامه فكان عنده هدف ان باع نفسي يوصله اه يوصله طبعا وانا بوصل للرسالة دي بلاش تشربو سجاير اكيد اكيد طبعا محسنة توفيقه ده البيانو انت بتلعب بيانو شوية يعني شوية ماشي ايدي كده اه ماشي ايدي كده ايام ما كنت في درست مع مدام رتيب الحفن يعني كواليس الصورة ايه اسكندريا ليه اسكندريا ليه اه كان بقى عنده مرحلة اكتئاب هو في اللحظة دي اه ومش عايزين يسفروا بس دينا وانت الاكتئاب نقلتوا لنفسك بعدها بقى اخدتوا بعدها الحقيقة اي يعني اخدتوا بعدها هنا مش عايزين يسفروا طبعا لانا صاحبه مسافر وهو مش حيسافر وهو حيوظفوه يعني وهو مش شايف نفسه موظف وقت لما كنت بتشوف الصور دي في السن دي بتحس ايه ودلوقتي بتحس ايه دلوقتي نظرة مختلفة تماما لأ طبعا ماضي جميل وواحد عاش فيه وتعلم منه كتير وتأثر بي وفيه حاجات كتير قوي اتمرت في حياته في اللحظة دي ايو طبعا كل الحاجات دي بتخلي الواحد يتقل ويجب بتعمل ثقة للبنيات طبعا طيب خليني اوريك كده بردو الصورة اللي جاية دي دي هنا فاكر الصورة دي هاملت هاملت فاكر المشهد ده مشهد اه طبعا فاكره طبعا ممكن تقف وتعمله لا لا وانت ايها الطايل لا 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 فاكر كنت بتقول ايه اه طبعا ده خلاني يوسف شهين خليني اقولك الحاجات بدل التمسيل يعني تشوفيه احسن يعني هو استفزني قوي يوسف شهين جي قال لي بص انا قدر اساعدك في كل حاجة لكن في مشهد مش حقدر اساعدك فيه هو ده اللي حيثبت للناس انك بتعرف تمثل او لا فاكرت له ايه مشهد ايه قال لي مشهد هاملت خد الورقة دي تلت كانت تلت صفحات فلوسكاب قال لي احفظها وشوف انت حتلع بالدوري ازاي فبتلت لأول مرة بقى في حياتي اجيب بقى قصة هاملت وشكسبير واقرأ عن شكسبير واقرأ عن هاملت اشوف الافلام كان ايميها شوز محمد صبحي عامل مصرحية هاملت فرحت اتفرجت عليها طبعا خد رائعة اه فرحت اتفرجت عليها وعملت ايه يعني بحث عن هاملت وازاي العبه لان مشكلته برضو في الفيلم من ناحية امه وابوه صحيح فازاي امزج اللحظات اللي هو عايشها نفسه مع هاملت وابتقيت اروح اسمع عنه فابتده يقول لي ايه دا لا دا الوقت دا كتير قوي انا عايزة في دقيقة اقول له ايه دقيقة ازاي وهاجيب الدموع دي اجيبها ازاي في دقيقة دي دا في البروفات يعني اه فاقول له ازاي اجيبها دقيقة يعني دا تلت صفحات فلوسكاب دا هي الصفحة دقيقة قال لي ما ليش دعوة انا عايزة تقولها لي في دقيقة خد فترتك وتعالى فطبعا ايه قعدت احفظها بشكل رهيب طبعا ما جبتش دقيقة جبت دقيقة ونصة او حاجة كده يعني بس انا فهمت بعد كده ليه هو عايزني ابقى متفرغ مش للكلمة او التشكيل هو عايزني ابقى متفرغ للاحساس اه الاحساس نفسه هو ليجي فيطلع الكلام تلقائي من غير ما اعمل مجهود في تفكيره ايوة علشان خاطر ابقى مركز في الاحزيز فطبعا دا اعلم الواحد حاجات كتير يعني دا اكيد دا وده علشان كده الصورة دي طلعت يعني اه طيب عايزة عايزة اعرف انت بتبص على مصر ازاي مصر محتاجة دراما شكلها ايه دلوقتي وانت في الندوج والاعمال مشوارك مصر محتاجة ايه احنا اولا لين مشاكل احنا مجتمعنا في مشاكل كتيرة جدا جدا فاحنا عايزين زي ما كان الكتاب العظام بتوع زمان زي أستاذ 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 محسن زايد والناس العمالقة اللي كانت موجود بيكتبوا كانوا بيتأثروا بقضية في المجتمع وبيعادين يكتبوا ما كانوش بيكتبوا عشان ممثل كانوا بيكتبوا عشان قضية فكان بيكتبوا ويحطوا في الدرج يكتبوا ويحطوا في الدرج ويكتبوا ويحطوا في الدرج فيروح يقدم المسلسل زي مثلا مسامة النوع وكشل لما عمل شهد ودموع عمل الحاجات اللي هي يعني وكل ما ييجي أنا بتفرج عليه فطبعا الحاجات دي بتخلي ان الناس بتشوف حياتها بتشوف مشاكلها احنا محتاجين ان احنا نعرض حياتنا ومشاكلنا الناس تشوفها عشان تتعلم وعشان تغير وعشان المجتمع يختلف انت نفسك تعمل ايه انت محسن موحي الدين نفسك تعمل ايه انا اعمل اي حاجة بتفيد المجتمع وبس دا يهمني اي حاجة اي حاجة بتهمني عايز تمثل مع مين من الزملاء اه اعمسل معهم كلهم طبعا لا يعني احيان تقول انا ليس اعمل بقى مع فلان دا حاجة اصلا اتعاملت مع مع ممثمين عظم جدا طبعا انا اتعاملت مع لساس يوسف وحبي طبعا اجيب لك مين يعني اجيب لك مين انا درواج اجيب لك مين انا اجيب لك مين انا مدفة الحمامة استاذ رجل ابازة استاذ احمد مظهر استاذ شكر سرحان احنا قربنا نخلص اموما عسان انا انا مش عارفة مش عارفة جيب لك يعني يعني بصراحة شايف العمر اه طبعا شايف العمر راحت فين اه دا فيلم شباب على كفع فريد دا اخراجي وده كان اعتقد مين اقرب منهم ليك لروحك دلوقت انا انت اه مان هوم الاثنين انا هو انا الاثنين انا مريب بالنسبة انا حاسة ان انت لسه الصغير دا دا هو ايو اصلت يا علامات زمن لا بس الروح بس الروح لا 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 دا 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 موقف دا دراما يعني اللحظة دي كانت لحظة دراما حزن طب ايه اللي فضل من محسن الصغير زي ما هو الباور بتاع نفس الطاقة نفس الطاقة نفس الطاقة نفس الطاقة هارون الملكي كان فيه طبعا يعني كان فيه حاجات فيها تقل لكن فيه الروح لان هو كان واحد من تصابي طبعا لازم هارون الملكي يعني كان مهم قوي انه يظهر في المجتمع دلوقتي أو نتكلم عنه طبعا نسرين لما بتشوفك بتقولك ملحظات يا منها عربية دي بتشلفطني بجد مش اللو هو الله على جمالك ودلالك وتجنن يا محسن لا 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 تشلفطني انت لا ليه ما عملتش كده بتخاف ان هي تتفرج بتخاف ان هي تتفرج مين انا اه مش عايز بقى تقولك ملحظات لا 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 بالعكس بتبقى سعيد طبعا طبعا بتقولها لما تدور يعرض عليك لا لا بتقولي بقولك ايه ما تقوليش انا عايز اتفرج بس اتفرج واشوف وهي بقى بتنتقق يعني بتقولي لا الدور ده انت عملت كويس لا هنا بص شوف انت هنا تخنان لا هنا حاجات كده طبعا لا هنا ادائك كنت مش حافظ قوي هنا يعني انت الزوج بتساعد في البيت وممكن بقى تطبخ تعمل كورونا علمتنا الادب كلنا طبعا ده من الاول خالص على فكرة اه شغيل انا سافرت لما سافرت فرنسا كنت عايش لوحدي اه فكنت لازم مش عايش بقى في المطاعم يعني لازم اجيب واشتغل واطبخ اه احلى اكل بتعملها ايه انا مكارونا مكارونا باستا ولحمة مكارونا ولحمة اه طبعا بس كنت باطبخ كل حاجة بسهلة ومعرفش ايه وبتاع بس طبعا هو حلاوة اكل نسري ما بتخنينش انا طبعا اه طبعا ما هو كل رجالة يقولوا كده عشان ايه اركيح عشان ما نعملش حاجة لكن طبعا هو حلاوة الواحد ان هو بيعيش في بيته لازم يبقى بيساعد احنا الاتنين صحاب ولازم نساعد بعضين اه اه الشقي اللي بدأ هو عمره 8 سنين واحنا في عشرين اتنين وعشرين تقوله ايه في المشوار ده واحنا بنخدم اقوله اقوله ايه قويس انك بتحصل لك في كل وقت من حياتك بوز تقدر تلاجع نفسك فيه وتشوف ايه اللي هيتغير في حياتك انا بشكرك واستمتعت بوجودك ولسه شايفة اعمال كتير وحاجات حلوة كتير تقدر تقدمها فنان محسن محي الدين نورتني في التاسعة مشاهدين يعني محسن محي الدين حيفضل بنفس شقوته وبنفس كل الادوار الحلوة اللي قدمها مصر دايما فيها نجوم وفيها رموز احنا بس يكون عندنا الوقت ان احنا كمان نديهم الفرصة يقدمه اللي هم عايزينه فنان الكبير محسن محي الدين بجرد يعني نورتني في التاسعة مش سيجد يا فنان بشكرك